بسم الله الرحمن الرحيم راجعنا لكم تاني بفيديو جديد من الألغاز الشترنجية احنا كل يوم بنعمل مجموعة فيديوهات كده عن تعليم الشترنج للمبتدئين كنا اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن الملك والوزير والطبيعة وان شاء الله هنكمل السلسلة قريب دي بعض الألغاز اللي ممكن الناس بتحطى في مواقف معينة ساعات بتبقى في الدور انت مطلوب منك اللي انت تتصرف في مواقف زي كده كتير بتحصل مع ناس بتبقى في نهاية الدور او في وسط الدور او في بداية الدور في الافتاحات كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل بس واحدة واحدة اللغز اللي معنا النهاردة ده ده موقع طبعا الاتحادات دولي الشترنج وده موقع مشهور جدا شيس دوت كوم انا بنصح الناس برضو اللي هتخش عليه بحيس اللي هي ترفع من المستوى بتاعها شوية واحدة واحدة برضو هنحل مع بعض بعض للغاز هنبدأ باللغز ده وهنا الاسود هو اللي عليه الدور والاسود الاسود عنده فرصة اللي هو يدي كش ملكمات بالطبيع من فوق من هنا هنا الابيط اللي عليه الدور وزي ما قلنا نفكر بطريقة ممنهجة خلي فيه اسلوب في اللعب حتى الناس كمان بتعتمد على النقطة دية يعني لما اجي انا العب مع واحد لو لعبت معاه مرة اتنين تلاتة اربعة خلاص انا بفهم المنهجية بتاعته وبفهم هو بيشتغل ازاي وبتصرف ازاي فعايزين بقى الناس اللي بتبدأ بقى تتعلم الشترانج ان شاء الله مع انا يبقى فيه منهجية صحيحة يعني منهجية صحيحة بحيس اللي انا ابدأ اتصرف من خلالها حتى هو كمان لو فهم حتى المنهجية بتاعتي فانا خلاص انا بلعب كل مرة باستموف فانا ما عنديش مشكلة هنا البستموف اللي انا اكل الفيل بتاعه بتاع المربعات السوداء هو هيرد علي بس في الوقت ده هكون انا فتحت او سلكت عسكري من الجنب الترقية طبعا هنتكلم برضو عن موضوع الترقية ده بعدين بس انا هو دي الصح انا كده سلكته هو زي ما انتو شايفين هو ضغط على العسكري اللي خلاص هيرقي مفيش مشكلة هو ضغط عليه بس انا هاقوم هاكل كل القطع بتاعته وهسلك لأكتر من عسكري بالزبط كده فيش مشكلة هسلك بعد كده لكل العسكري طيب هنا تدور على الاسود والاسود عنده كشة جميلة بالحصان وعنده اكلة حصان اعتقد ان الكشة هي باستموف اكلت وزيره هو ليه بقى تصرف كده بقى ده بقى احنا هنتكلم بقى في الاستراتيجيات بعد كده ان شاء الله هو ليه انت قلتك طب ما كان ممكن يحرك اه الحصان بتاعه ولا لو حرك الحصان بتاعه هيبى فعلها رد تاني لانه هو كده لعب لو كان حرك حركة تانية كان هتبقى مش حركة غلط او مستيك وبرضه هنتكلم بعد كده برضه يعني ايه مستيك ويعني ايه بلندر ويعني ايه اه خسارة يعني هنا اه الابيض اللي عليه تدور وهنا عندنا شوكة طبعا اي حد ينفع يعمل شوكة يا جماعة يعني هي مش شوكة مش معناها يعني الحصان مش شوكة مش معناها لا اي حاجة انت ممكن تحط الفيل اه ضرب اه مكانين او ضرب اه على قطعتين خلاص ايه كده اعتبر اعمل شوكة يعني فيل على طبيعتين مثلا وقفين خلاص دي شوكة تماما الشوكة اللي انا ايبقى عندي هدفين بقطعة واحدة طيب هنا القطعة اللي ممكن تعمل شوكة قطعة العسكري اعمل شوكة مع الوزير والحصان كده بمنتهى البساطة انا هيكل الحصان وكمان هيبقى عندي كمان شوكة كمان في الطبيعتين انا عايز الناس بس تقعد تدي فرصة النفسها اللي هيتفكر في المسال اللي احنا هعرضينه انا بحاول برضو اللي انا اتأخر شوية في الايجابة او اوصف اه بعض الحاجات بس هو زي ما احنا اتفقنا احنا انا لازم عشان احل اللغز كويس او احل الموقف احنا مش جايين هنا عشان نحل مسائل لا انا بديلك مواقف المواقف دي ممكن تتكرر معاك ممكن انت تصنعها يعني انت ممكن تحط نفسها تحط الخصم قدامك في موقف انت تكون تعلمته قبل كده او تحط موقف اه انت اللي تصنعه من بيديك اه كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه بعدين بس انا افتكر في مرة كنت بلعب اه دور شدرانج وكان وانا غلطت في الافتتاحية بصراحة واتصرعت وخسرت الجبهة اليمين خالش يعني خسرت طبيعة وخسرت اه تقريبا حصان او فيل مش فاكر وكنت متهدد كمان اللي انا اخسر كمان القطعة التالتة يعني اللي هي الحصان او الفيل على ما اتذكر يعني المهم اللي اتجابها دي كلها اتدمرت خالص بس والله العظيم انا في لعبة واحدة خدت بالي من موقف انا كنت متعرض له في مسألة من المسال ديت هو كان في مسألة او كنت ممكن مسلا الموقف دي تعرضت له مع زميل بلعب معاه او اخر بالفكرة دي بس كسبت الدور انا ان شاء الله هبجيب لكم الادوار اللي انا لعبتها وهنتكلم عن الاخطاء ديت بعد كده يعني نرجع تاني بقى للمسال اللي احنا كنا فيه هنا احنا عندنا كش طب انا جماعة ما بيبقاش بقى اللعبة او انا مش عارف انا هعمل ايه بعد كده لا طبعا انا ببعارف كويس او انا هعمل ايه يعني انا محركت الوزير كنت عارف اللي انا هحرك بعدي الطبيع الاصد الفيلد بتاع المربعات السودا هيطلع لي كده لانه ما عندوش غير اللعبة ديت كل ده لعبة اكباري هتدي له انا كش مالك كده قدام هنا الاسود برضو اللي عليه الدور هدي فرصة تلاتين ثانية الى الناس الناس تفكر وهنا الوزير محطوط في مصيادة في خاية كده تعملت الوزير الوزير مقفولة عليه في كزا نقطة النقطة اللي جنب الملك الاسود والنقطة الاسود بتاعة الفيل الاسود وخلاص هو محتاج كش للوزير لو عملنا له كش الطبيع كده الوزير مات يتصرف بقى زي ما تصرف هو كده كده خلاص مات هنا الاسود اللي عليه الدور وهندي فرصة برضو للناس اللي يتفكر في اللغة هنا يا جماعة اللعبة لعبة دفاعية بمعنى ان هو اداني كش الوزير الابيض مدي كش للملك الاسود اه ومهدده بصراحة هديد جامد خالص طيب انا دلوقتي عايز اضيع الكش ده طبعا عشان اضيع الكش باللعبة دفاعية يا اما اغطي يا اما اكل ما لعاش حلة تالت بقى يا غطي يا غطي يا اكل يا اتحرك انا اتحرك طيب لو انا غطيت لو اخدت بالكم المسال اللي فات او اللي قابله هو غطة لانه كان لقى باكباري فالتاني نزله على طول بالوزير اه في حماية الفيل نفس القصة هنا انه غطيت بالعسكري ده هينزل هو بالوزير على طول طيب في لعبة تاني اللي انا اكل الوزير مسلا فيه في طريقة لا مفيش طريقة طيب اكل الحصان وبقى انا كده اخدت قطعة يعني اتحركت وفي نفس الوقت اخدت قطعة ده حاجة جميلة خالص بس اخد بالي بقى اللي انا لو كلت الحصان هيبقى الملك السود والوزير الاتنين على خط واحد واخد بالك هل ده هيسبب لي مشكلة او لا هو ده يعني الفيل ده مسلا لو نزل هنا هيبقى محمي من حاجة بحاجة لا لو بقى محمي من حاجة هتبقى مشكلة فانا هشايف اللعبة الاصحة اللي انا ااكل الحصان هو نزل كده انا ممكن بقى اتحرك طبعا لو انا اتحركت بالملك وبعد بيه عن الوزير يعني انا اتحركت على الاسود ده مسلا اللي هو على شمال الملك طبعا مشكلة لو هنزل ياكل الوزير ببلاشة فنلازم افضل جنبه جنب وزيلي لو نزل ياكله ااكله على طول طيب اا المسال هنا وطبعا احنا زي ما قلنا بقى احنا لازم نقرأ الشكل يعني كأن الموضوع انت في فص الجيم واتعرضت الموقف ده هتعمل ايه هتفكر مرة واثنين وتلاتة وزي ما قلنا قبل كده الحكمة اللي كان في حد قالها من اسطير الشطرانج مش عارف اسمه بصراحة هو قال ان انت لو لقيت اا لعبة كويسة حاول تفكر تاني لقيت بعد ما لقيت الفكرة كويسة ديت بعد ما لقيت الفكرة احلى منها فكر تالت فكر رابع لغاية ما خلاص ما عادش في افكار تاني هندي فرصة برضو للناس اللي هتفكر هو هنا مهدد الفيل بتاعي ومفيش اي مشكلة خلاص اللي انا اعمل شوكا بالحصان شوكا الوزير والاب هو كلل اسمه كلل الفيل ومهدد الطبيع طيب انا هاكل وزيرك طيب ده اخر مثال ونحاول الناس برضو اللي هتقرأ الموضوع كويس هنا الاسود اللي عليه الدور. اه بلعبة بسيطة خالص بالطابعة. هندله كش. ده لعبة اكبيرة يا جماعة. لازم ينزل تحت. ما عندهوش حل تاني. اللعبة اللي وراها كش. تمام? طيب. هنا بقى. لو لو انا كالت الطابعة بتاعته هو هيكل طبيتي وتبقى طبيعة وصل طبيعة وخلصنا على كده. لعبة غلط طبعا. طبعا اعمل ايه? لازم ادي له كش ابعده عن الطابعة دي. لازم. يعني انا ادي له كش مسلا كده. طيب. اه هنا هنكون اه وصلنا لنهاية الجزء ده. واتمنى الناس تشوف اللغز اللي موجود دلوقتي على الشاشة. الاسود اللي عليه الدور. وياريت يقولونا حله في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.